هو هنا السؤال بقى وأرجو أني ننتبه له جدا ده كعب أخيل يعني إيه كعب أخيل أنت عارف أخيل حضرتك أخيل دي الأسطورة اليونانية أو الإغريقية الشهيرة عن الإغريق والطرواضة والحرب بينهما انتهى الأمر إلى أنه أخيل ده هو الذي يعني بشرت أمه الملكة بأنه هيب بطل ولا يقهر راح تعمدته في النهر نزلته في النهر ومسكى كطفل يعني من كعوب رجله وغطسته في الماء فأصبح جسمه كله من القوة والمنعة بحيث أنه لا يمكن يأثر في حاجة إلا كعبه الماء لم يصل إلى الكعب فأصبح كعب أخيل هي نقطة ضعف هذا البطل الذي لا يقر فهو يهزم ويحطم ويغلب وينتصر ويحوز انتصارا وراء انتصار ولكنه يملك نقطة ضعف قاتلة كعب أخيل انضرب بسهم في هذا الكعب لسقط مهويا ميتا مين اللي عارف بقى النقطة الضعف دي وقتل أخيل أو ضرب أخيل من كعبه ده بقى الأسطورة بتكمل بقى قصة قصة الشهيرة بتاع الترواضة لكن في المحصلة احنا بقى الديمقراطية بالنسبة لنا شوف مصر قوية ومنعه ايه؟ كعب أخيل في كعبها هو ده داخليا وخارجيا بمعنى ايه؟ عايزة أفكرك بمظاهرات يناير مش خمسة وعشرين يناير تمنتاشر وتصع تاشر يناير سبعة وسبعين عندما خرج المصريون يهتفون ويقولوا سيد مرعي يا سيد بيه سيد مرعي رئيس مجلس شعب وقتها كيلو اللحمة بقى بجنيه كانوا زعليني كيلو اللحمة بجنيه هم؟ سبعة وسبعين فما أريد أنا أقولك انه المشكلة الحقيقي مش في اقتصاد المشكلة الحقيقي ان الاقتصاد ممكن يتطور وينمو ممكن مشروعات بنية أساسية ومشروعات عظيمة تجبر لكن المهم المجتمع اللي يدافع عنها واللي يصنها واللي يحميها من غضبات وانفعالات واهتياجات وانزعاجات وغضبات وانتفاضات من الداخل واللي يحميها من تربصات وهجمات من الخارج اللي يحميها ايه؟ ان احنا نحصن كعب أخيل لها الديمقراطية لانه السهم هيجي يضرف فيه كعب حصل في وقع للمصري اكثر من مر على مدى من اتنين وخمسين لغاية النهاردة انه الضربة هتيجي في كعب أخيل طب احنا ليه مش واخدين بالنا من الحكاية دي وانفوق لأخيل وكعبه شوي الدولة المصرية دي تحمي نفسها بالديمقراطية ازاي؟ يعني يا جمال عبد الناصر عمل مشروع تنموي في مصر شئنا وأبينا عمل هتجيب على الورق زي ما قلتك حتى مبارك عمل المشي مصريين صاروا على مبارك عمل مشروع تنموي انما وبالمناسبة 25 يناير بقى 2011 كان يوم 25 يناير يوم ما الناس خرجوا ويوم 28 يناير ويوم ما الناس خرجوا معدل للنمو في مصر كان 7% في 2010 وكان داخل على 6.5 في 2011 حاجة ما وصل لنهاش غد الوقت وعند ذاك الناس خرجوا ازا اللي يحمي الاقتصاد اللي يحمي التنمية هو الديمقراطية لانفتاح السياسي ضمان اقتصادي عشان نعرف نصعد بالمؤشرات دي كلها علشان العالم يبص صح ويجي لنا صح ويتعاون معنا صح فنكمل النقطة وهي سلبية محدش يقول لي انها من السلبية برضو انا محترم جدا اعتزاز الدولة بما تفعله ومحترم جدا المشروعات اللي بتحصل وعلى عيني وراسي ولا يمكن لأي مصري انه يتعامل مع المشروعات دي بعين الانكار او الجحودي او يعني او التعسف بيانا عيانا هتنكر ايه موجودة وحضرة وبقوة لكن فيه سلبية كبيرة اسمها كعب اخيل عشان كده عايزين نضمن للتنمية استدامتها عايزين نضمن للاستقرار دايمومتو وعايزين نضمن للدولة بناءها فنعمل ايه نحمي كعب اخيل عشان ما يخشش في كعب اخيل سهم من غضب الناس او سهم من ترصد الخصوم والاعداء او سهم من العالم طائشون او متعمد اللي عايز اقوله ان الانفتاح السياسي واجب امني وواجب اقتصادي وواجب يعني مستقبلي لانه لا نستطيع لن يستطيع احد مهما بدل من جهد انه يقول انه لا احنا في مؤشرات الديمقراطية صعبنا مش هيقدر هيقول منين احنا عايزين نساعد نفسنا ان احنا نصعد فعلا زي ما الدولة بصت على مؤشرات مدركات الفساد على مؤشرات تنمية الاعمال على مؤشرات ايه لازم نبص على مؤشر الديمقراطية ونعلي فيه بقطوات حقيقية يعني صادقة وامينة وشفافة لانه ده اللي هيحمي التنمية